بداية البرنامج لم يكن معروفاً تكنولوجياً من قبل وتحقق خلال ثلاث سنوات فقط فمن فعل ذلك؟ في الحقيقة يبدأ البرنامج الأمريكي في يناير 1942 عندما اتخذ الرئيس الأمريكي القرار ببناء القنبلة واستحمر حتى أغسطس 1945 بعد كده الحرب العالمية الثانية انتهت في سبتمبر 1945 يعني هذه الفطرة هي فطرة الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتي بدأت فعلياً بغزو ألمانيا لمولندا في سبتمبر 1939 مروراً بغزو الألمان لروسيا في يونيو 1941 ثم هجوم اليابان على بير هاربر وإعلان الحرب على أمريكا وكان ذلك هو وقود قرار أمريكا لبناء القنبلة النووية وبعد العديد من المشاورات العلمية لإمكانية بناء هذه القنبلة الهدف هو الوصول إلى هذه القنبلة قبل أن يصل إليها هتلر ويفرد سيطرته على أوروبا بأكملها هذا هو هدف بناء القنبلة النووية خلوا بالكم من الهدف هذا ذلك لا يجب أبداً أن نفصل تطور البرنامج النوو الأمريكي من سياق الحرب العالمية الثانية وأنا لن أتحدث هنا عن ماذا سببت هذه الحرب من خراب لأوروبا ويكفي فقط أن أشيرها إلى رقمين الوفيات الكلية على جانب الاتحاد السوفيتي بلغت 25 مليون وبالنسبة للألمان بلغت 8 ملايين قرار أمريكا استدعى أن تركز كل جهدها في مشروع ضخم يعتبر الأول في التاريخ لتلاحم العلم والصناعة والعسكرية بهذا الحجم والمجهود هو مشروع منهات والذي أنشئت من أجله مدن وصناعات ضخمة وكانت النتيجة ثلاث قنابل نووية ولكن الأهم من ذلك هو أسس صناعة نووية لكل تطبيقات السلمية التي تمت بعد ذلك وحتى يومنا هذا هذا المشروع وضع في هدفه بناء سلاح نوو بالانشطار من خلال استخدام اليورانيوم بعد تخصيبه أو باستخدام البلوتونيوم بعد تخليقه بالمفاعلات النووية لقد حدث للأسف أن أمريكا استخدمت قنبلتين على اليابان لاستعراض نتائج مشروحها وجعل العالم في صدمة وحتى يومنا هذا لم يتكرر ذلك وهنا لابد أن أذكر أن العديد من العلماء رفضوا استخدام القنابل النووية على اليابان وخصوصا بعد أن علموا أن ألمانيا لم يكن في مقدورها الحصول على السلاح النووي علماء آخرين قدموا أوراق وقالوا بلاش نستخدم القنبلة النووية على أماكن أهلة بالسكان في اليابان يكفي أن نفجر قنبلتين في أي أماكن أخرى للاستعراض قوة أمريكا وقوة هذا المشروع ورؤية ما سوف يحدث من استخدام هذه القنابل لكن بعيداً عن أماكن الأهلة للسكان ولكن كان القرار السياسي للأسف الشديد على أي حال يجب أن ننظر إلى البرنامج الأمريكي من ناحية العلمية ونترك هذه النقطة الآن سوف نرجع لها يوماً ما خلال هذه الحلقات البداية كانت فين؟ البداية بدأت من اكتشاف اليورانيوم سنة 1789 1779 من مين؟ من واحد ألماني اليورانيوم لم يكن له قيمة في ذلك الوقت تم استخدامه على نطاق ضيق في طالوين للزجاج وبعد هذه الأشياء وفضلت هذه الأمور أقصر من مئة سنة إلى أن تم اكتشاف ظاهرة الإشعاع سنة 1903 هنا بدأت الاكتشافات العلمية تتولى بسرعة واكتشفوا عنصر الراديوم اللي أصبح له تطبيقات صناعية وتطبيقات تطبية في علاج بعد أنواع السردنات سنة 1911 وكان جرام الراديوم في ذلك الوقت بـ 80 إلى 100 ألف دولار فبقى لليورانيوم قيمة وأصبح البحث على مناجم اليورانيوم على قدم وساقه طيب ثم كان الطريقة الزغير القرن العشرين نووياً محمولاً على أهم أربع اكتشافات ما بين سنة 1932 وسنة 1940 من أربع علماء حصلوا على نوبل لينقل اليورانيوم من تلوين الزجاج إلى مصدر لطاقة هائلة وأساس لتخليق عناصر أخرى كثيرة وأهمها البلوتونيوم ثم تطبيقات السلمية الاكتشاف الأول كان من نصيب أحد علماء إنجليز لإكتشاف النيترو لغيرت تاريخ الفيزياء والكيميا المتعلقة بالزارة وفتح الطريق لكل الأفحاث التي جاءت بعد ذلك الضريف أن هذا العالم الإنجليزي شادويج عندما ذهب ليلتحق بالجامعة كان يريد أن يلتحق بقسم الرياضيات ولكنه بخطأ في التسجيل وده قسم الطبيعة لم يكن يدري أن القدر يقف بجانبه بعد أعوام وهو في سن 41 اكتشف هذا الاكتشاف وحصل على نوبل وأصبح أحد أعملت البرنامج النووي الأمريكي بمشروع منهات الاكتشاف الثاني كان من نصيب إيطالي لا ألماني ولا أمريكاني الايطالي فيرمي أعلن في مارس 34 إنها استطاع استخدام النيترون للحصول على نظار المشعب بدأ يبقى فيها تفاعلات نووية وستطاع أن يتحكم بسرعة هذا النيترون وبالتالي وجد أنها تساعد أكثر وأكثر فعالية في مثل هذه التفاعلات وبالتالي مهد الطريق لإكتشافات أخرى كثيرة منها الانشطار فيرمي انتقل لأمريكا واشترك أصبح الأحد أعملت البرنامج النووي الأمريكي في مشروع منهات الأكتشاف الثالث طيب كان من من نصيب الألم عنيهان لإكتشافه بقى الانشطار النووي وهي أساس كل قنابل النووية والتطبيقات السلمية أجرى هان التجربة السنة الثمانية وثلاثين ولم يصدق نفسه ولم يصدق نتائج هذه التجربة وخاف يعلن عن هذه النتائج قال ده هم أنا رجل كيميائي وبطوع الطبيعة هي أطحوني لهو الكلام ده غلط إزاي أنا يطلع لي عناصر تانية بهذا الشكل هان اتصل بزميلة كانت تعمل معه لمدة طويلة فيما عمله في ألمانيا وكانت تقيم في السويد في ذلك الوقت ليزا مايتنر قال لها أنا عملت كذا كذا وحصل معي كذا كذا إيه رأيك؟ تنقشوا مع بعض وتوصلوا إن هذا هو الانشطار النووي وإن ما حصل عليه صحيح وتولدت كلمة الانشطار النووي في هذا الوقت اللي غيرت وجه القرن العشرين وأصبحت تصراع الدولي ورمزا للقوة منذ وذلك التاريخ الطريف أيضا إنهان لما درس الدكتوراه درس الكيميائي العضوية اللي ملاش دعوة خالص بالنووي ومع ذلك أصبح أبو الكيميائي النووية في العالم الأكتشاف الرابع راح أمريكا وأصبح أحد أعملت مشروع منهات لإكتشاف البلوتونيوم من عالم أمريكي سيبورغ في نهاية ألف وتسعمائة وأربعين ناس بتقول نهاية أربعين ناس بتقول بداية أربعين على أي حال وعنص البلوتونيوم كان عنصر جديد عليهم وأول كمية تقع في إيديهم يحاولوا إنهم يعني ممكن يوزنوها كانت في سبتمبر ألف تسعمائة اتنين واربعين دواريخ دي لازم نحفظها وكانت كمية أقل من ثلاثة مايكرو جرام ماكنيش لقيون ميزان يوزنوا بهذه الدقة المهم استغرقت العملية ثمان سنين بس من اكتشاف النيترون في ثلاثين وثلاثين ليه الإنشتار النووي ثلاثين لإكتشاف البلوتونيوم سنة أربعين وهو بدأ السباق وأساسهم أوروبا الإنجليز والإيطاليين والألمان والبلوتونيوم هل توقف دور العلماء على ذلك؟ أبداً الدور تعدى لأن العلماء الأوربيين هم السبب في الحقيقة أن أمريكا تبدأ هذا النشاط النووي وتبدأ في صنع قنبلة النووية علماء أوروبا لما شافوا إمكانية هذه التفاعلات النووية وحسوا بخطورة الأمر وحسوا بقدرة العلماء الألمان وأن هتلر لن يتوانى في صنع مثل هذه القنبلة وألمانيا هي سنتر العلوم النووية المجري سيلارد قعد مع أنشتاين وقال له لازم نقول للأمريكان فكتبوا خطاب رسمي إلى الرئيس الأمريكي وقالوا له الوضع كذا 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 وتم اكتشاف كذا وأن أمريكا لا بد أن تدخل هذا المدمار وأمريكا ممكن أن تصنع هذه القنبلة حتى لو لم يكن لديها اليورانيوم الكافي على أرضها وممكن أن نستورده من كندا وممكن أن نستورده من أفريقيا والقدرة التفجيرية وممكن أن تكون أدكاها خطاب طويل من صفحتين طيب الرئيس الأمريكي انتظر لأكتوبر ورد على أنشتاين وقال له أنا سوف ندرس هذا الموضوع وكون لجنة ثم تكونت لجنة اسمها لجنة اليورانيوم لدراسة موضوع القنبلة النوية ثم قرار كما عرفنا الرئيس الأمريكي في يناير 1942 في صنع القنبلة